بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم باقات من التحايا والترحيب والتهاني والتبركات أقدمها لكم عبر الأثير مشاهدين الكرام مشاهدي قناة كربلاء الفضائية حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تراثنا الإسلامي بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنة جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صلي على محمد وآل محمد متباركين بمولد النورين مولد النبي الأكرم خاتم الرسل صلى الله عليه وآله وحفيده صادق العترة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه وعلى أبائه أفضل التحايا والثناء أدعوكم مشاهدينا الأكارم لمتابعة هذه الحلقة استكمالا لما بدأنا في الحلقة الماضية من موضوح حول تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق وذلك مع الباحث والخبير في التراث الإسلامي المحقق والخبير في التراث الإسلامي سماحت شيخ محمد الحسون حياكم الله سماحت الشيخ أهلا ومرحبا بكم أسعد الله وأيامكم وأيامكم بارك الله بكم أهلا ومرحبا سماحت شيخ في حلقة سابقة تحدثنا وإياكم حول تعديل القانون قانون الأحوال الشخصية في العراق وصلتم في حديثكم إلى معاهدة سيداو لكن وقت البرنامج لم يسعفنا في الخوض فيها نواد أن نستكمل حديث معكم في هذه الحلقة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين أبو القاسمي محمد اللهم صلى الله عليه وسلم محمد وآل محمد هذا الموضوع موضوع تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق الذي أقر في سنة 1959 يعني في زمن عبد الكريم قاسم شرح هذا القانون هذا طبعا أخذ مساحة كبيرة من الإعلام والفضائيات والبرامج الذي يتابع هذه البرامج بدقة يشاهد أن السبب الرئيسي في معارضة تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق وكل هذه الضجة الكبيرة وهذه البرامج والفضائيات السبب والهدف هو معارضة تطبيق الشريعة الإسلامية معارضة الدين لا يريدون تطبيق الأحكام الشرعية وإنما يريدون تطبيق القوانين المدنية القوانين الغربية لذلك تلمت شاهد هذه البرامج الشوف الذين يخرجون في هذه البرامج وفي هذه الفضائية والذين يعارضون بشدة نعم نعم تعديل هذا القانون شوفهم أنهم من الناس فلنعبر عنهم من الناس اللا دينيين من العلمانيين أو العلمانيين من الشعية من الناس اللا دينيين يعني لا يريدون تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الحياة هذا بشكل مختصر وبشكل واضح يعني ما فيه أي لبس ولا أتصور أنا وكثير من الناس أن هذه هي قضية عفوية وإنما هناك وراء نعم يعني أشخاص أو منظمات عالمية كلهم ماذا الهدف منهم هو الوقوف أمام تطبيق الشريعة والعجيب من هؤلاء العلمانيين أو العلمانيين الذين خرجوا بالفضائيات وعارضوا تعديل قانون الأحوال الشخصية هؤلاء يطالبون الدولة بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي يدعون أنها تدافع عن حقوق المرأة وفي مقدمتها اتفاقية سيتا بشكل صريح يعني أنا شاهدت بعض النساء يسموه ناشطات في العمل أو محامية تقول نحن لابد أن نطبق بنود اتفاقية ماذا؟ اتفاقية سيتا هل يعلم العراقيون ما هي بنود اتفاقية سيتا؟ هذه الاتفاقية التي أقر سنة 1979 وعقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وكان الهدف منها هو القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وصادق عليها 189 دولة وعارضتها ولم توقع عليها السعودية وإيران وتحفظت عليها بعض الدول العربية وبعض الدول الإسلامية العراقيون لابد أن يطلعوا على بنود هذه الاتفاقية والشعب العراقي شعب مسلم شعب نعم يعني متزم بالأحكام الشرعية قطعا لا يوافق على تطبيق هذه البنون أنت تارة تأتي وتناقش أو تعارض مثلا بعض الأحكام الشرعية التي يمح الخلاف بين المذاهب الإسلامية الشيعة يقنون شكل والسنة يقنون شكل أو حتى في داخل دائرة يعني مثل مدرسة الخلافة الشافعية يقنون شكل الحنفية يخالفهم أو حتى عند الشيعة الإمامية هذا المرجع يقول شكل وذاك المرجع لا القضية ليست كذلك اتفاقية السيداء وتخالف الأحكام الشرعية المجمع عليها في كل المذاهب الإسلامية بل بعض بنود هذه الاتفاقية تخالف صريح القرآن الكريم صريح القرآن الكريم الآن نحن إنما نتعرض هذه المسائد أو نتطرق لها نريد من الشحب العراقي أن ينتبه وأن يعرف ما هي هذه البنون حتى يعرف ما هي أهداف هؤلاء الأشخاص الرجال والنساء الذين عارضوا تطبيق الذين عارضوا تعديل قانون الأحوال الشخصية ويطالبون بتطبيق الاتفاقيات الدولية تعال أنا الآن حسب ما يسعى وقت البرنامج أبين لك وللمشاهد بعض بنود هذه الاتفاقية وكيف أنها تعارض القرآن الكريم تعارض المتفق عليه والمجمع عليه عنده كل المذاهب الإسلامية الاتفاقية تقول إن الرجل مثل المرأة ماكو فرق بين الرجل والمرأة في كل الأحكام والقرآن الكريم يقول وليس الذكروا تل أنثى صريح القرآن الكريم إذن هذه مخالفة لا يسمح للرجل بتعدد الزوجات هذا بلد من بنود هذه الاتفاقية والقرآن الكريم ماذا يقول مثنى وثلاثة وربع الأولاد ينسبون لأماتهم في هذه الاتفاقية المهم هذا الطفل حينما يأتيه ينسب لأمه هذا ابن فلانه أبو من أمه هل جاء بطريقة شرعية بحلال بحرام نحن ما يهمنا هذه المرأة قد ولدت هذا الطفل فهذا الطفل ينسب لماذا؟ لأمه لأمه ماكو هذا ابن فلان بعد هذا ابن فلانه الأولاد ينسبون لأمهاتهم والقرآن الكريم ماذا يقول ودعوهم لأبائهم هو أقصط عنده الله أخطأ عند الله الذي يملك هذا الطفل هو الأب الأب وليست الأم لذلك الأب الطفل لابد أن ينسب لمن؟ ينسب لأبي لا توجد عدة للمرأة عند الطلاق المرأة اليوم تطلقت بعد ساعة تتزوج كانت حامل ما كانت حامل من زوجها الأول ممهم ماكو عدة اليوم المرأة تطلقت باشر هي شنو؟ مو باشر بعد ساعة يحق لها ماذا؟ الزواج حتى وإن كانت ماذا؟ وإن كانت حاملا كانت حامل من الزوج الأول وهذا إذا زوجت واحد ثاني سوف تختلط المياه فاض أو فاض القرآن الكريم ماذا يقول؟ وَالْمُطَلَّقَاتِ يَتَرَبَّصْنَ بِعَنْفُسِهِنَّ ثلاثة حتى لابدت أن تأخذ العدة المرأة إذا طلقت الرجل لا يملك الولاية على زوجته والأب لا يملك الولاية على بناته ماكو ولاية الزوجة تخرج متى تشاء وتدخل البيت متى ما شاء تشاء وتتصرف والزوج لا يحق له ماذا؟ أن يتكلم معها أبدا وكذلك البنت لا ولاية للأبي عليها يعني تتزوج البنت تتصرف بكيف الأب ليس له أي مدخل هنا الرجل لا يملك الولاية على زوجته والأب لا يملك الولاية على بناته بينما القرآن الكريم يقول الرجال قوامون على النساء هذه الاتفاقية تقول يتساوى الذكر والأنثى في الميراض العرث إذا أراد يوجه يعطون للذكر مثل الأنثى ماكو فرق بين الذكري بينما القرآن الكريم ماذا يقول للذكري مثل حظل فإذن هذه مخالفات صريحة مخالفات صريحة للقرآن لنصوص القرآن الكريم الرجل يتزوج بالرجل وكذا المرأة تتزوج بالمرأة من عجائب الزمن هاي اتفاقية هذه الاتفاقية اللي الآن هذول العلمانيين اللي طلعوا بالفضائيات ويعارضون تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق ويطالبون بتطبيق الاتفاقيات وفي مقدمة اتفاقية هذه التفاقية تقول الرجل يتزوج بالرجل والمرأة تتزوج والعياذ بالله وهذا يعني عقل زواج يعني يرحون إلى المحضر أو إلى كذا الدولة ويعطوهم عقيد ويتبنون أطفال مثلا يربوهم على أي حال هذا بعد عقيد يعني لا حتى يستطيع أن يعترض ماكو نحن يعترض على هذا والقرآن الكريم ماذا يقول يقول القرآن الكريم أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم هذه الاتفاقية تعطي للمرأة حق الإجهار هل المرأة إذا عندها أصبح حامل يحق لها ماذا أن تجهد هذا دون الرجوع إلى الأب مع أنه أب الطفل هو مالك للنطفة وليست الأم هي المالكة للنطفة يحق لها ماذا أن تجهد وقانونها غير محاسبة ولا يحق للزوج أن يمنعها من ذلك هي تروح وتسقط هذا مع فرض حتى أنه الزوج موافق هي بإمكانها أن تجهد عشان لا تأخذ إذنه مع فرض يعني هي في إشكال في نفس الإجهاض يعني إذا كان من دون سبب شرعي والقرآن الكريم يقول ولا تقتلوا أولاد لا تجرم العلاقات الجنسية خارج الزواج لا تجرم العلاقات الجنسية خارج يعني هذه المرأة التي عندها زوج يحق لها أن تذهب وتقيم علاقات جنسية مع شخص آخر حتى المحصنة يعني ماكو صريح يعني محصنة غير محصنة تقدر ماكو لا هذه الآن محصنة يعني لا تجرم العلاقات الجنسية خارج الزواج للمرأة المتزوج يعني أمرأة متزوجة تقيم علاقة جنسية مع شخص آخر القانون لا يجرمها والزوج لا يستطيع أن يرفع عليها مثلا دعوة لأن هذه زوجتي شرح سوى علاقة مع شخص آخر زيان والقرآن الكريم يقول ولا تقرب الزنا إنه كان فحشة وسائل العجيب يقول المرأة ترتبط بمن تشاء وتنفصل عن من تشاء وتعاود الارتباط بمن تشاء هذه المرأة يعدها زوج شو سوى ترتبط بمن تشاء شفت إلى واحد ثاني راح تسوى توايا علاقة عقوب مدة هذا هذا اللي سوى توايا علاقة ما عجبها عافته راح تسوى توايا علاقة ويا شنو شخص آخر واحد ثاني قضت معا مدة بعد ذلك شنو عافته رجعت الذاك الأولي وهكذا وهذا عين الفساد وعين الإنحطات والقرآن الكريم يقول محصنات خيرة مسافحات ولا متخذات أختان أختان يعني صديق هل الشعب العراقي يوافق يوافق على هذه البنود نحن إنما نذكر هذه حتى أنه ذكر العراقيين ترى ذول اللي يطلعون بالفضائيات ويعارضون تعديل قانون لأحوال الشخصية ويطالبون بتطبيق الاتفاقيات الدولية ترى هذه بنود اتفاقية السيداء وطبيعي أن العراقيين لا يوافقون على هذه الأحكام التي هي مخالفة لا فقط للشرق حتى مخالفة للأخلاق مخالفة للعرف اللي موجود جميل جداً نقف عندها عند العراقيين سمحت الشيخ ننتقل إلى فاصل ثم نعود لنكمل معكم هذه المحاور الشيقة التي بدأناها حول معاهدة السيداء وإن شاء الله عندنا كلام آخر نود أن أسألكم حوله إن شاء الله بعد هذا الفاصل المشاهدين الأكارم ابقوا معنا نستكمل معكم هذه الحلقة التي بدأناها في حديثنا حول معاهدة السيداء والبنود التي جاءت فيها نعود إليكم سماحة الشيخ في الواقع يعني بنود خطيرة جداً من ناحية من ناحية ثانية لا توافق للعرف ولا العقل ولا الشريعة ولا المجتمع المحافظ لعدنا مع ذلك للأسف نشوف من يروج لها ومن يدعو لها أنا ذكرت عشرة من البنود قرأوها على عجالة إذا سمحتولي بس حتى يعني نستكمل الموضوع من حيث بدأنا وانتهينا عفوا قبل الفاصل أول بند الرجل مثل المرأة لا يسمح للرجل بتعدد الزوجات الأولاد ينسبون لأمهاتهم لا يوجد عدة للمرأة الرجل لا يملك ولاية على الزوجة وكذا الأب بالنسبة لبناته لا يملك الولاية عليهم التساوي في الميرات بين الرجل والمرأة في المجتمع الإسلامي شلون يدعون لها في مجتمع محافظ مثل العراق هنا تساؤلات أنا لا أريد أن أخذ في هذا الموضوع لكن المحور الثاني اللي حابب أن ندخل له سماحة الشيخ في هذه الحلقة العلمانيون يدعون بأن الإسلام أهان المرأة حرمها حد من عملها من نشاطها من حقوقها الإسلاميون في المقابل يدعون بأن الإسلام عز المرأة يعني صحيح نحن ما نوافق بهاي البنود التي ذكرت في معاهدة سيداء ولكن المسلمون يدعون بأن الإسلام عز المرأة أعطاها كل حقوقها أيهما هو الصح؟ هل ما يدعيه معارضون الإسلام أم الإسلاميون؟ يعني أنا أجاوب على سؤالك بشقيه نعم حتى لا يبقى السؤال بدون جواب أمام المشاكل إن شاء الله وقت البرنامج هم يسع نعم طبعا الملاحظة أن العلمانيين في الفضائيات بالبرامج حينما يدعون إلى تطبيق الاتفاقيات الدولية والتي هم يقولون بأنها تدافع عن المرأة وهي ضد ظلم المرأة وفي مقدمة اتفاقية سيداء لا يذكرون هذه النقاط لا يذكرون يعني لا يجرؤون في برنامج نعم يعني يظهرون ويقولون هذه ولكن الباحثون ذهبوا واستخرجوا عن هذه البنود من الاتفاقية وترجموها ترجموها للغة العربية وإلا هم لا يتجرؤون أن يخرج مثلا واحد من العلمانيين ويقول بأنه نعم هذه بنود سيداء لا يتكلمون وإنما يقولون بشكل عام اتفاقية سيداء وتدافع عن المرأة وتحفظ المرأة وهي ضد جميع عنواء العنف الأسني والعجيب عن اللي شاهدته هذا اللي أريد أن أقوله أو أريد أن أقوله أنه هذه البرامج مع الأسف الشديد في بعض الأحيان تأثر بها حتى بعض نساء العوائل المتدينة والمؤمنة لأنه ذولا ماعدهم اطلاع على هذه البنود ماعدهم اطلاع على بنود اتفاقية سيداء وشنه هي وإنما يسمعون فكلام حلو جميل يا بأي المرأة مظلومة والاتفاقية دافع عن المرأة وحتى أنا شاهدت احتى النساء دكتورة هي ومن أسر علمية ومن أسر المتدينة كانت تقول بأنه 99% من النساء العراق تعرضنا إلى العنف الأسني وهذه إحصائية غير دقيقة يعني خطيرة يعني هذه الإحصائية تدول على أن الشعب العراقي شعب نعم يعني متوحش وشعب خشن وبحيث أن تسعين أو تسع أو تسعين بالمئة من النساء العراق تعرضنا إلى شنو؟ عنف الأسر إلى العنف الأسر يعني الأب يضرب بناته والزوج يضرب زوجته والأم تهان البنته المرأة تهان وهذا خيص صحيح هذا؟ نعم أكون هناك في بعض الحالات هذا الشيء موجود لكن مو بهذه النسبة هذه النسبة تعطي إلى العالم فرد نظرة سيئة عن العراق وعن العراقيين نعم إلا جواب على الشق الثاني من سؤالك مشكلة العلمانيين أنهم جهال في الشريعة وليس لديهم الطلاء على الأحكام الشرعية هذا أولا وثانيا يخلطون بين الأحكام الشرعية وبين العادات والتقاليد الموجودة في المجتمعات الإسلامية يعني لما يجون ويشوفون مثلا نعم بعض الأحيان توجد عادات والتقاليد في بعض المجتمعات الإسلامية يشيروها ويحملوها على الإسلام يقول هذه هي الشريعة الإسلامية بينما ماذا أشياء صحيح؟ ليس كل العادات والتقاليد تتبنى في المجتمعات الإسلامية وبالأخص في القرى والأرية هي تطابق الشريعة الإسلامية صحيح هذه العادات موجودة عد المسلمين وهذه فيها ظلم للمرأة نحن نقول صحيح ولكن هذه ليست أحكام شرعية هذه الأحكام وهذه العادات والتقاليد مخالفة للشريعة الإسلامية في الواقع من كتب هذه المعاهدة هو حاول أن يستغل هذه النقطة أحسنت مهم العالمين يتحدثون يجبون مثل شواهي يقول لك تفضل هذه القرية في مصور في العراق فلان مكان ضربوا المرأة نعم صحيح نحن لا نقول بأن هذه العادات والتقاليد ما موجودة أو أن المرأة قد ظلمت ولكن هذه ليست تحكام شرعية نعم نحن إذا أردنا أن نعرف مكانة المرأة في الشريعة الإسلامية أو إذا أردنا أن نعرف هل أن الشريعة الإسلامية قد ظلمت المرأة قد أهانت المرأة أو قد احترمت المرأة وحطتها مكانتها لابد أن نرجع إلى من؟ نرجع إلى مصدر التشريع الإسلامي اللي هم الكتاب والسنة الصحيح من السنة بل نرجع إلى الرسالة العملية التي الآن موجودة بين أيدينا وكل واحد من عندنا لابد ماذا؟ أن يقلد مرجعا نحن الشيعة ونطبق هذه الرسالة المرجع الأعلى في العراق نعم وهو مع السيد السستاني موجودة وأنترى أشوفوا فيها ظلم للمرأة الإسلام عز المرأة وانتشلها من الحبيب والظل والحرمان الذي كانت تعيش فيه سابقة وجعل لها المكان العليا في المجتمع وساوى بينها وبين الرجل في كثير من الأحكام إلا في بعض الأحكام الخاصة وذلك من أجل مصلحتها الآن لما نرجع إلى القرآن الكريم نشاهد بأن الشريعة الإسلامية منحت المرأة هويتها كإنسان مثل الرجل لا تفرق هذا إنسان وهذا إنسان الأهل القرآنية ماذا تقول؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى من ذكر ووجعلناكم شعوب وقبائل لتعارض إذن المجتمع خلق من أي من ذكر على دعامتين وعلى أسطوانتين فإذا ذهبت إلى الدعامة يسقط هذا المجتمع مثل الآن الإنسان حينما يسير على قدمين إذا فقد قدم معه فقد قدم ماذا يصبح شنو؟ المجتمع يصير أعراج من ذكر وأنثى إذن شنو؟ يعني أعطى الإسلام الإنسانية مثل ما عندنا ذكر إنسان ماذا؟ الأنثى أيضا والآن لو تأتي مثلا المرة حينما تعمل عمل صالح لها الأجر والثواف وكذلك الباري عز وجل ماذا يقول؟ إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى بعضكم من بعض من بعض هذا هو القرآن الكريم هذه هي بكانة المرأة في الإسلام إني لا أضيع عملها من شنو؟ يعني مثل ما أن الرجل يأتي بالعمل الصالح يحصل كذلك المرأة السحي غير خائب والعمل غير مضيئ مقبولا من الرجل والمرأة مع تفاوت أن عمل المرأة قد يكون مثلا في حق الآخر مسجد المرأة بيتها مثلا بشكل عام مثل ما أن الرجل يحصل على الأجر والثواف المرأة أيضا تحصل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو إن إشارة إلى أن الشخص غير المؤمن وإن أتى بأعمال صالحة فلا يثاب عليها يعني هو أساسا غير مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملوا الذي يأتي بالعمل الصالح سواء كان من ذكر أو أنثى ماذا؟ الله تعالى يعطيه الأجر ماكو تمييز هنا بين الذكرين وبين الأنثى هذه في سورة النحل آية 97 نأتي إلى سورة المؤمن آية 40 ومن عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب مثل ما أن الرجل حينما يعمل عما صالح يدخل الجنة المرأة أيضا تعمل عما صح وتدخل الجنة نعم هناك بعض الميزات وبعض الحقوق حقوق خاصة للرجال وهناك ماذا؟ ميزات وحقوق خاصة بالمرأة وذلك ناشئ من طبيعة المرأة وطبيعة جسمها وهذه الأحكام لمصلحتها القرآن الكريم ماذا يقول وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضُ لِلْرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبُونَ مِمَّا اكْتَسَبْنَا وَاسْأَلُوا اللَّهَ شو؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِينَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ ماذا؟ عَلِي 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 إذن الإسلام أعطى ماذا؟ أعطى للمرأة هويتها مكانتها احترمها الآن لو نأتي إلى مثلا الأنثة إما أن تكون بنت أو تكون زوجة أو تكون أم لا آخر ما هي مكانة البنت في الشريعة الإسلامية؟ نحن الآن لو نرجع إلى الأحاديث النبوية اللي موجودة شوف كيف تحبر عن البنت وكيف توصي الآباء بإحترام البنات النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشخص الذي مثلا كأنما انزعجه حينما زوجته مثلا جاءت ببنات القضية والقصة معروفة نعم فإن الحبيب المصطفى قال الأرض تقلها والسماء تظلها والله يرزقها هذه البنت رزقها على الله وهي ريحانة تشنها تشنها هذه البنت هذه منزلة البنت في حديث آخر يقول الحبيب المصطفى ريحانة تشمى وقد كفيت رزقها وكان رسول الله أبا بنات النبي محمد رسول الله ما كعده ولد أولاده قد قد ماتوا في حياته وهو أبو بنات أبو بنات البنات حسنات والبنون نعم وفي حديث آخر يقول نعم الولد البنات ملطفات مجهزات مجهزات مونسات مباركات بعد هذا بعد شديد أكثر من هذا وين الإسلام ظلمه أما إذا كانت الأنثى زوجه فماذا أبر عنها القرآن عن زوجه وماذا مكانتها في الإسلام ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوصاني جبرائيل بالمرأة ويخصد الزوجة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقه إلا من فاحشة مبينة من كثر ما جبرائيل نزل وأوصاني بالمرأة بالزوجة 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 النبي يقول أنا ظنيت بأن هذه الزوجة لا يجوز تطلقها إلا من فاحشة مبينة مع إقامة البينة على موج مجرد تهمة مثلا من اتخذ زوجة فليكرمها حديث أنت زوجة أكرمها موتينها استوصوا بالنساء خيرا أما إذا كانت الأنثى أمها القرآن ماذا يقول ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا فلا تقل لهما ولا تنرهما وقل لهما قولا كريما بسورة الأسف جميل وعن نبي حديث وارد معروف عجلنا تحت أقدام الأمها ما قالت؟ تحت أقدام الأباء أو تحت أقدام إذن نحن إذا أردنا أن نعرف بأن الشريعة الإسلامية أكرمت المرأة أو أهانتها خل نرجع إلى أعطتها مكانة الواقعية نرجع إلى القرآن الكريم نرجع إلى سنة ونحن شيعة أهل البيت نرجع إلى الرسالة العملية التي تبين عفوا علاقة العائلة الأب والبيت والزوج مو ترجع إلى العادات والتقاليد الموجودة في المجتمع هذا المجتمع عنده عادات نعم ونحن نقول لك هذا المجتمع فيه عادات قد ظلم المرأة نحن نقر ونعترف ولكن هذا ليس تحكام الشريعة الإسلامية فهؤلاء العلمانية أو اللا دينية شي سووا يجيب لك أمثلة تفضل هاي المرض الموهي أو ذيك ضربو لتدغدغ العواطف شوية أحسن نحن لا بد نكون يقضين أحسنتم شيخنا نقف مجبورين عند هذه النقطة لنتوجه إلى فاصة ثم نعود لنكمل هذا الحديث معكم إن شاء الله مشاهدين الأكار المستمرون بعد وقفة خصيرة ابقوا معنا يقاري القرآن يقاري القرآن ألف تحية قل بربك قل بربك فالرب يدزل والقراءة تشفه يا قارئ القرآن رتل ورثقي لك في رحاب الله عيش أمتعو واشرح فؤادك بالكتاب وذعبه في دهرنا ولك المكان أرفعه العلم نور انتصار عثيدة والجهل مرور الدهر لا يتجرعه والنفس في روض الكتاب سعيدة والعين في حسن اللطائف ترتعو آي الكتاب خزائن مملؤة بالمكرمات وكل دار فالقوم حياكم الله مشاهدين الأكارم في الفقرة الثالثة والأخيرة من هذه الحلقة من برنامج تراثنا الإسلامي سمحت الشيخ قبل الفاصل أشرتهم إلى نقطة مهمة وحساسة وهي الفرق بين الأحكام الشرعية والعادات والتقاليد الموجودة في بعض المجتمعات الإسلامية يعني عندنا خير مثال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان ينادي بنته الزهراء أم أبيها وهو خاتم الرسل وهو أفضل البشر ويقولها أم أبيها ويقول كمل من النساء أربع خديجة وآسيا ومريم وفاطمة سلام الله عليهم أجمعين إذن أعطى أئمتنا النبي الأكرم أعطوا المرأة درجة عالية بل أوصلوا بعض النساء إلى الكمال كمل يعني وصلت إلى أعلى درجات الكمال سؤالنا الآن هذا الخلط اللي صار عند العلمانيين بين العادات والتقاليد الموجودة في بعض المجتمعات الإسلامية وبين حقيقة ما هو موجود في الشريعة الإسلامية نود أن نتكلم حول هذا الخلط شوية إذا عندكم بعض الأمثلة في هذه الفترة نعم مشكلة العلمانيين والعلمانيين واللدينيين أنهم لا يميزون بين الأحكام الشرعية وبين العادات والتقاليد الموجودة في بعض المجتمعات الإسلامية فهم يتصورون أن كل العادات والتقاليد الموجودة في المجتمعات الإسلامية هي أحكام شرعية أو قد أقرتها الشريعة الإسلامية وهذا خطأ هذا خطأ العادات والتقاليد الموجودة في المجتمعات شيء والأحكام الشرعية شيء آخر يعني أنت لا تستطيع أن تحمل أو تحسب كل العادات والتقاليد الموجودة في المجتمعات الإسلامية وبالأخص في بعض القرى والأرياء في بعض الدول العربية وبعض الدول الإسلامية تجي وتحسبها على الشريعة الإسلامية العادات شيء والتقاليد والأحكام الشرعية شيء والعادات والتقاليد ماذا شيء آخر وهؤلاء نحن نقول لهم نعم نحن أيضا نقول نقول بأنه هذه العادات والتقاليد موجودة في بعض المجتمعات نعم قد ظلمت المرأة ولم تأتها حقها هذا صحيح ولكن من قال لكم بأن هذه هي شرعية هؤلاء خالفوا الشريعة الإسلامية في تعاملهم مع المرأة ونحن إذا أردنا أن نعرف مكانة المرأة كما قلنا قبل الفاصيل واقعية ثم نرجع إلى ماذا؟ إلى الكتاب وإلى السن الآن إذا لو تأتي إلى المجتمعات عموما تختلف في العادات والتقاليد هذا فالشيء عام يعني الآن المجتمعات اللا دينية عادات وتقاليدها الخاصة بها والمجتمعات الدينية ماذا؟ أيضا عندها عادات وتقاليد خاصة يعني المجتمعات اللا دينية عاداتها وتقاليدها تختلف عن المجتمعات الدينية والمجتمعات الدينية أيضا فيما بينها تختلف في عاداتها وتقاليدها المسيحيين عندهم عادات وتقاليد خاصة بهم وكذلك اليهود مثل عندهم عادات وتقاليد خاصة بهم وأيضا الإسلاميين هم أيضا عندهم عادات وتقاليد خاصة بهم ثم أن العادات والتقاليد تختلف حسب القوميات يعني العرب الآن عندهم عادات وتقاليد خاصة بهم لو تأتي وشوف تختلف عن العادات والتقاليد الموجودة في الهند في باكستان في إيران حتى في إيران هناك عادات وتقاليد خاصة بالإيرانيين أو بالأتراك مع أن كلهم مسلمين أو لعله كلهم شيعهم أيضا يكون تختلف حسب القوميات وتختلف هذه العادات عن الدول الأوروبية أو عن مثل جنوب شرق آسيا الآن ذن الدول الأربعية تايلاند، ماليزيا، أندونوسيا، سنغافورة أنا ذهبت إلى هذه الدول عندهم عادات وتقاليد خاصة به الآن تتعرح إلى الصين عندهم عادات وتقاليد ماذا؟ خاصة حتى لو تأتي إلى الدول العربية فتجد هناك اختلاف بين الدول العربية في العادات والتقاليد يعني العادات الموجودة بالعراق قد تختلف عن العادات الموجودة في المغرب العربي مغرب تونس مثلا جزائر وهناك بعض العادات موجودة مثلا في دول الخليج ما موجودة في ماذا؟ في دول أخرى إذن أنت لا تستطيع أن تحمل هذه العادات والتقاليد ماذا؟ عند المسلمين على الشريعة الإسلامية وقطعا كما قلت قبل قليل هناك عادات وتقاليد موجودة عند المسلمين قطعا تخالف الشريعة الإسلامية أو فلنقول بأن الشريعة الإسلامية لم تقرها قطعا موجودة الآن مثلا في مسألة الزواج في مسألة الخطبة في مسألة المهار مسألة مراسيم الزفاف والزواج الآن أنت لو تجي ونتققها في بعض الدول العربية أو في بعض الدول الإسلامية تقطع بأن هذه العادات الموجودة في مسألة الزواج في الخطبة والمهار ومراسم الزفاف هذه لا تقرها تقرها الشريعة الإسلامية فذول العلماني لمن يشوفون هذه ماذا؟ يحملوها على الشريعة الإسلامية الآن لو نأتي مثلا إلى حقوق واجبات الزوج والزوجة ما هو حق الزوج على الزوجة ما هو حق الزوجة حقوق واجبات هذه في الشريعة الإسلامية شيء وفي المجتمع شيء آخر في العادات والتقاليد شيء آخر الآن وهذه لا تطابق الشريعة الإسلامية قطعا لا تطابق الشريعة مجتمع الإسلام يعاني من كثير مثل هذه أو فلنقل فيها مثلا تساهم فيها تساهم أو فلنقل بأن الشرع لم يقره كثيرا الآن مثل حقوق الزوجة مثلا على زوجها في الشريعة الإسلامية أن يهيئ لها ما يليق بمكانتها وشأنها حق الزوجة على الزوج ما هو واجب الزوج تجاه الزوجة؟ أن يهيئ لها ما يليق بمكانتها وشأنها واجب عليه من أي شيء من المسكنة والمطعم واللباس والزينة والعلاج حتى وإن كانت تملك هي حتى وإن كانت الزوجة تملك أموالا فهذا واجب على ماذا؟ هذا من ناحية المادية من ناحية المعنوية والمعاملة يعاملها بإحسان ويحفظ كرامتها أنظر فإذا إذا عشفنا في بعض المجتمعات أن الزوج مثلا قد مثلا ضرب زوجته هذا تصرف غير شرعي هذا الإسلامي هذا التصرف هذا ما يجوز هذا وإذا ضربها وترك عثرا مثلا على مكان الضربة أحمر أزرق أسوأ لا بد أن نعطيها ماذا؟ نعطيها هدية إذن هذا تصرف لكنه غير قانون عفونا عن غير شرعي أن يهيئ لها حياة طيبة سعيدة مناسبة لشأنها هذه قبل ما تتزوج عند أهلها كيف كان شأنها حتى إذا كان من شأنها هي عدها خادمة لابد أن يأتي لها ماذا؟ بخادمة يأتي لها بخادمة ولا توجد حقوق للزوج على زوجته إلا حقهم أن تطيعه في أمر الفراش وأن لا تخرج من الدار بدون إذن خير ذن الحقين ما قل قل الشريعة الإسلامية ما قل ما للزوج ليس له حق على زوجته إلا هذين الأقل فليس من شأنها ليس من واجبها نتكلم بالواجب الشرعي ليس من واجبها أن تخدم الزوج وتخدم الأولاد وتعبي وتطبخ وتكنس وتنظم البيت ليس من واجبها تستطيع أن تقول له أنا زوجة أنا مو خدامة الزوجة أجيب لك شنو خدامة تقوم بشؤون منزل البيت أو لا أعطيني أجر على هذا العمل بل أكثر من ذلك حتى إذا صار عندها طفل ليس من واجبها أن ترضى هذا الطفل طبعا إلا في حالات معينة إذا توقفت حياة الطفل على الرباع ذاك ماذا ذاك بعض آخر بينما الآن نشاهد في بعض المجتمعات الزوجة تخدم الزوج وتقوم بأمور المنزل بل تخدم أبو الزوج وعم الزوج وخوات الزوج وتشتغل من صبح للليل وبعد الزوج شنو ما راضي عنها هذا ليس شرع إسلامي طبعا نحن حينما نتكلم عن الحكم الشرعي هنا في الواجب صحيح أن الشريعة الإسلامية قالت للمرأة لا يجب عليك أن تخدمي بسية بالتالي الحياة ولكن الشريعة الإسلامية تريد أن تبني أسره ففي نفس الوقت جعلت للزوجة أجرا وثوابا كبيرا في إرضاء الطفل وفي خدمة الزوج وفي خدمة مع أنه لم يجب عليها لكن وضعت لها أجرا ماذا كبيرا في الرواية أيما أمرأة خدمت زوجها سبعة أيام سبعة أيام فقط سبعة أيام أغلق الله عنها سبعة أبواب النار وفتح لها ثمانة أبواب الجنة تدخل من أيها شاءت في رواية أخرى تقول ما من أمرأة تسقي وبنى الله لها بكل شربة تسقي زوجها مدينة في الجنة الله وغفر لها ستين خطيئات صحيح أن الشريعة الإسلامية لم توجب خدمة الزوج على الزوجة لكن جهاد المرأة حسن ولكن شلو الشريعة الإسلامية تريد أن تكون أسره صالحا الزوج يعمل في خارج المنزل والزوجة أيضا تعمل داخل المنزل تقوم بداخل المنزل بتربية الأطفال أيهما أفضل الأم تقوم بتربية الأولاد وأطفالها أو يرحون تقول مثل مربية مع أنه لم يجب عليها وضع لها ماذا يعني وضع لها محفزات ومرغبات حتى تبنى هذه الأسرة بأفضل صورة الأسرة صالحة والأسرة صالحة تنجب ماذا تنجب أبناء صالحين ثم يصبح عندنا إذن هذا هو الواقع جميل أنت إذا في أن تعرف مكانة المرأة في الإسلام ارجع إلى ماذا إلى الأحكام الشرعية التشريع السريع مو ترجع إلى العادات والتقاليد الموجودة نكتفي صارت الصورة واضحة كل شكر لكم سماعت شيخ الوقت داهمنا إن شاء الله للكلام يتتم إذا صارت فرصة في حلقات أخرى إن شاء الله كل شكر لكم والشكر موصول لجميع الإخوة والأخوات لتابعونا في هذه الحلقة من برنامج تراثنا الإسلامي نلقاكم في حلقات أخرى من هذا البرنامج إلى ذلك الحين في أمان الله نلقاكم في حلقات أخرى من هذا البرنامج نلقاكم في حلقات أخرى من هذا البرنامج نلقاكم في حلقات أخرى من هذا البرنامج